هنا بيتنا الداخلي قوي ينبغي أن نقبل بعضنا البعض وأن نحاور بعضنا البعض وأن نقوي بعضنا البعض من خلال تبادل وهذا غير ممكن إلا بتغيير نظامنا التربوي نظامنا التربوي للأسف أقول لكم بصدق أنا الذي كل أربع خمس سنوات أقوم بإطلال على جميع المقرارات الدراسية لكي أرى أين وصلنا في موضوع القيم قيم النظام التربوي أقول لكم بأنه منذلنا للأسف في نظامنا التربوي نحاول أن نشكل شخصية التلاميذ كما لو أنها نمط واحد لا توجد في المغرب تربي على الحرية وعلى الاختيار وعلى الحق في الاختلاف لم يصل نظامنا التربوي إلى هذا المستوى وأعطيكم مثال ما يحدث في الفيسبوك وما يحدث في اليوتيوب هو نتاج سوء استعمال الحرية التي لم نترب عليها لو تربينا على الحرية سنحسن استعمالها ولن يكون هناك عنف لفظي سيكون هناك حوار راقي فيما بيننا لكن بما أننا نتواجه بالعنف اللفظي كل واحد يجد نفسه حرا في الفيسبوك أيعمد إلى استعمال العنف اللفظي لأنه لا يحسن استعمال حريته وهذا مشكلة حقيقة وسائل الإعلام نفس الشيء يعني تحدثنا فيما قبل عن تحرير وسائل الإعلام وخطابات كثيرة من هذا النوع لكن في النهاية عندما ندرس الخطاب الإعلامي نجد بأنه يحاول أن يسقل فكرة يعني من جانب واحد لا نعطي مادة إعلامية تجعل المواطن المغربي ينظر إلى قضايا من زوايا متعددة لكي يغتني فكريا ويغتني بالخبر ويغتني بالمعرفة